موسيقى وتمعن الميليشيات في ابتزاز محلات الصرافة وشبكات التحويلات المالية دون وجه حق وتفرض قيودا رقابية على نشاط الحوالات المالية منها طلب تقرير مالي يومي عن نشاط كل محل الصرافة وحركة الحوالات المالية في المناطق التي تسيطر عليها يأتي هذا في وقت يواصل الريال اليمنين خفاض أمم الأملة الأجنبية لتراوح سعر صرف الدولار خلال عملية الشراء والبيع ما بين 562 و 565 ريال بينما وصل سعر صرف الريال السعودية إلى 150 ريال تعيش محافظة الجوف منذ عدة أيام ظلما دامسا بعد انقضاء الكهرباء ونعدام مادة الديزل ووجه المواطنون سلسلة مناشدات لقيادة السلطة المحلية بسرعة التدخل العاجل بتوفير مواد الديزل والغاز وصدر ارتفاع غير مسوق لدرجة الحرارة في المحافظة وقال مصدر محلي أن أبناء الجوف يعانون منذ أشهر من قطاع المواد النفطية الأساسية كالديزل والغاز وأن كهرباء مركز المحافظة الحزم ينقطع لأيام بسبب عدم وجود مادة الديزل في ظل سمت السلطات المحلية توسعت دائرة الانتفاءات المتكررة لتيال الكهرباء بمحافظة عدن بمعدل أربع مرات متفرقة على مدار اليوم وصلت إلى تسع ساعات يومياً وبحسب مركز تحكم كهرباء عدن وصل عجز الكهرباء إلى نحو 180 ميجاوات ووفقاً لبيانات المؤسسة العامة للكهرباء تبلغ القدرات التوريدية لكهرباء عدن وأن حالياً المحطات الحكومية والتجارية 320 ميجاوات منها 170 ميجاوات مشتره من القضاع الخاص مقابل 500 ميجاوات الاحتياج الفعلي للطاقة لمدينة عدن في فصل الصيف الذي تجاوزت فيه درجة الحرارة عتبة الأربعين درجة مأوية والتي ضاعفت من معاناة المواطنين بشكل لا يطاق وأخيراً أكد محافظ محافظة المهر راجح باكريت أنه تم التعاقد على شراء 17 ميجاوات وأن هناك خطة لإنشاء محطة كهرباء جديدة بقوة 40 ميجا بدعم من الحكومة السعودية يأتي هذا في وقت تشهد في المحافظة انقضاعات متواصلة لتيال الكهربائي لساعات طويلة ما زاد من معاناة المواطنين نتيجة حرارة الصيف العالية ورغم توفير بعض المولدات في الفترة الأخيرة إلا أن العيز في الطاقة لا يزال مستمراً كون المولدات تتهلك سنوياً وتنخفض قدرة الانتاجية وتتعرض للأعضال والخروج عن الخدمة مقابل الطلب المتزايد على الطاقة اشتركوا في القناة